وحول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد محمد المعرفي عضو مجلس النواب أهلا ومرحبا بك سيد محمد في نشرة أخبار الثامنة شكرا لتلبية الدعوة وبداية نتحدث عن الأهمية التي تمثلها زيارة جلالة الملك المعظم لروسيا الاتحادية ولقاءه بفخامة الرئيس الروسي ما من شك أن الروسيا اليوم تمثل دولة عظمى وقطب سياسي واقتصادي ومن المهم وجود علاقات قوية معها لخرق تغوازن في المنطقة وزيارة جلالة الملك اليوم أن كانت البحرين تستضيف المؤتمر الأخير وكانت جميع أنظار العالم متجهة نحو البحرين من خلال المبادرات التي كلفت بها جلالة الملك وهذا هو وسام شرف لكل البحرين ولمنطقة العربية وبالأخص دول مجلس التعاون أنه يمثل مثل هذا القائد مسيرة العطاء ومسيرة التوافق والتعاون بين شتى الأقطاب ولابد من كلمة نقولها أن رئاسة جلالة الملك للمؤتمرها وقيام البحرين بهذا الشرف الكبير بالتأكيد أن القمة ونتائج القمة ستكون على جدول أعمال ونقاءات جلالة الملك من الرئيس الروسي بأن مقترح البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام يخص القضية الفلسطينية أنه حمل من كافة الأشقاء العرب هذه الرسالة وروسيا أول دولة يقوم بها جلالته بصفته رئيس للدورة الحالية للجامعة العربية فالأهداف السياسية ليست فقط معنية بها البحرين وإنما المنطقة العربية بأسرها ما من شك أن مثل هذه الزيارات تمثل عمق استراتيجي كبير وأن البحرين أثبتت للعالم بأسرها أنها دولة سلام ومن المؤتمر هذا المؤتمر السلام الذي سيقوم في دولة البحرين أو في مملكة البحرين وهو دليل قاطع على أن البحرين تسير حول خارطة طريق ثابتة ويقيدها رجل فد صاحب رؤية وهذه النتائج التي خرجت من القمة وضحت للعالم أن البحرين هي التي تلعب الدور الأساسي في هذا الأمر فالسيارة هذه أعكست للعالم بأسرها أن جلالة الملكة هو الرجل المناسب والرجل الذي يستطيع أن يدير مثل هذه الملفات الحساسة هذه الملفات لن تكون في الشق السياسي فقط إنما كانت تحتوي على كثير من الأمور ارتبطت بالشق السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي ودليل على أن هذه الأرض أرض الطيبة الأرض البحرين وهي جمعت كل هذه الخصال والسلام على هذه الأرض وهي دليل أن البحرين والله الحمد لله أنه تسير نحو ما هو مطلوب من عدالة عداوة المجتمعية نعم سعادة النائب في سياق ما ذكرت ننتقل إلى البعد الاقتصادي لهذه الزيارة كيف تقرأ مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين بين روسيا ومملكة البحرين وما هي أهم المجالات التي يتنفي هذا التعاون أستذكر زيارة جلالة الملكة في سنة 2016 وتمخضت هذه الزيارة بوفد وفي المستوى من الرجال الاقتصاد البحرينيين مما تم توقيع ما يقارب 44 اتفاقية حينها وصبت جميع هذه الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات مختلفة منها النفط والغاز والصناعة والتجارة ولن يقفل في ذلك الأمر الأمن الغذائي والدوائي مما جعلت البحرين الآن نموذج يحتضى به فهذه الأمور كلها ارتبطت بدور البحرين من خلال زيارة قديمة في سنة 2016 واليوم الزيارة الأخرى قد أثبتت بأن البحرين علاقتها بروسي للتحدي علاقة قرابة وصداقة هي علاقة حميمة بين الدولتين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه الدولتين لما فيه خير وصالح اليوم جلالة الملك والرئيس الروسي الشهداء التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرة التفاهم بين البلدين منها ما هو سياسي ومنها ما يتعلق بالجانب الصحي وصناعة الأدوية ومنها ما يهتم بالشأن البيئي لكن هناك اتفاقية لافتة وهي أو مذكرة تفاهم تتعلق بالجانب الثقافي والتبادل الثقافي بين البلدين والأيام الروسية في البحرين والأيام البحرينية أيضا في روسيا مثل هذه الاتفاقيات ربما تشكل طريقا للشعوب للتلاقي لأن الثقافة والتراث هي وسيلة الشعوب للتلاقي ما تزخر به البحرين وما تمتلكه روسيا أيضا في مجال الثقافة والتراث كيف يمكن أن يقرر بين الشعوب؟ بالتأكيد أخي الكريم أن روسيا لها تاريخ والبحرين أيضا زاهرة بتاريخ نفتخر بتاريخنا ونفتخر بتراثنا ونفتخر بالأرض اللي احنا أخذناه من الآباء والأجدار من الحكام القدماء فهذا رح يعكس الانطباع الحقيقي في تبادل مثل هذه الزيارات وبزيارات متبادلة من القبل الروس إلى البحرين والبحريني إلى روسيا لتبادل هذه الثقافات فهذه نمط حياة يدل على أن للبحرين تاريخ وأيضا لروسيا تاريخ فهذا لا ينكر الأمر والعلاقة البحرين روسية علاقة قديمة جدا فهذا ما تمحضت بزيارة الأخيرة من تبقي بعض الاتفاقيات نعم شكرا جزيلا لك سعادة النائب محمد المارثي عضو مجلس النور أنا حبيت أن أضيف شيء ليعلمه العالم أن البحرين تسير بخطة ثابتة من خلال ما تشهده العالم من خلال السلطة التشريعية وما تقدمها السلطة التشريعية من مبادرات لتعديل وتحسين وإضافة نوعية على كثير من القوانين إضافة إلى السلطة التنفيذية نعم أشاب جلالة الملك اليوم خلال لقاءه مع رئيسة الاتحاد الفدرالي الروسي بالتجربة البرلمانية في مملكة البحرين ودور المجلسين أيضا فكان هناك إشادة بدور المجلسين فلذلك نعول كثيرا على هذه الأمور القطاع التنفيذي ممثلة بالحكومة المؤكرة ما تقوم به من أدوار جليلة بدءا بوزارة الداخلية من حفاظ على الأمن والاستقرار وضمان الشعوب والمستثمرين الأجانب إذا انتقلنا إلى الجانب القضائي أيضا السلطة الثالثة في مملكة البحرين نجد أن الإنسان أو المستثمر إذا أتى إلى البحرين يسأل إلى هذه الأمور الثلاثة المرتكزة عليها نجاح أي انتقال من دولة إلى دولة فلذلك القضاء البحرين قضاء عادل ولله الحمد والمنى والكثير يشهد بهذه القطاعات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية شكرا جزيلا لك سعادة النائب محمد الماركي شكرا على حضورك شكرا شكرا